أبونا الفترة بدأت أنا شايف الفترة بدأة كويس يعني البابا عنده زيارات وطنية بيهتم بالناس اللي موجودة في الجبهة بيزور بعض الأبروشيات على المناطق الحدودية زي السويس زي بورسعيد ولي زيارات كتيرة جدا جدا ولكن مش عارف الأمور هتستمر كويسة ولا يمكن تحصل بعض المشاكل اللي بتجتمع فيها الدولة مع رؤساء الأديان سواء المسيحية أو الإسلامية لحل بعض المشاكل يمكن الموضوع بدأ بدر شويتين تعليق كوي هناك حدث طائفي حدث في سنة 1972 وهي مشهورة باسم أحداث الخنكة أحداث الخنكة كانت الموضوع يخص كنيسة من الكنيس تقفلت وبالتالي كان فيه يعني شيء من التطرف ضد الأقباط وكان طبعا فيه رد فعلا برضه من الكنيسة المهم اللي أنا عايز أقوله في الفترة دي أنه هناك لجنة تكونت اسمها لجنة الدكتور العطيفي لجنة الدكتور العطيفي دي بحثت الأمور بكل جوانبها التقرير على فكرة موجود في مدباطة مجلس الشعب وأنا قريت هذا التقرير وأنا عندي نصه لدرجة أنه استشهدت بحاجات كتير من كنيسة ومن خارجها ومن وزراء ومن ناس رجالدين ومكتوب كده في بداية التقرير وفي النهاية بعد ما استعرضت الأحداث دي كلها هذه اللجنة حط التوصيات هذه التوصيات كانت كافية لحل المشاكل الطائفية اللي كانت ابتدت أنها تظهر في هذه الفترة ولكن للأسف الشديد هذا التقرير اتحط يعني اتركا زي ما بيقوله وأصبح وثيقة من وثائق التاريخ ولكن لم يعمل به من الوثائق المحفوزة في أدراج المكاتب يعني زي جاز التعبير فدي لجنة كانت لجنة مهمة جدا يعني طبعا بعد كده البلد انشغلت بقى بالحرب ونتائج الحرب وكلام ده كله فما كانش فيه أحداث طائفية لكن فيما بعد حدثت أحداث طائفية كتير كلنا عارفين أحداث الكشح الأولى والتانية أحداث فيما بعد وكده مسبيره أحداث نجح حمادي أحداث القديسين وفيه بقى مقتل بعض الأباء الكهنة يعني بتوع العمرية اللي جاه أبونا وكان هو وزوجته مع أربع شمامسة وتقاتلوا جل مدفونين في مدفن الشطبي في أولاد الياس في أسيوت فيه كاهنة أنا كنت أعرفه شخصيا وكنت أعتزب صدقته يعني تقاتل على باب الكنيسة في أسيوت برضو أحد الأباء الكاهنة كان رايح يصل الصبح وتصادف أنه قابلوا بعض المتطرفين وكان يمكن يوم عيد فأتلوه يعني كتير من الحوادث سواء مقتل أباء كهنة أو مقتل ناس من الشعب طبعا نحن عارفين في أحداث كنسة الخديسين كان ليلة راس السنة وكان عدد القتلى كتير وكلهم متفونين دلوقتي في دير مريمينة ويعني عدد كبير من المصابين بص رد فعل البابا إيه زي ما قلنا في بداية الحق للبابا كان لا يؤمن أبدا بالعنف وكان يؤمن أنه الأمر يتحل بهدوء وبسلام وبالتفاهم وكان ليه تفاهمات كتيرة مع الدولة حتى غير معلنة وكان لما ما يوصلش الحل يبقى عنده بقى أنه يلجأ لربنا كان يروح الدير ويعتكب بضعة أيام وصرعان ما كانت تحل هذه المشاكل واضح يبقى أن الطريقة بتاعت الدير دي وبتاعت الصلاة وأن ياخد بعض ويروح للدير كان الطريقة بتخوف حبتين لأن رد ربنا بيكون سريع وبيكون حاسم لأي أمر يعني احنا شفنا الكلام ده مع البابا شودا في المواقف الصعبة بيكون قليل الكلام هذا المفوأ اللي بيتكلم بشكل فيه كبير من اللباقة لكن وقت المشاكل كان بيسكت وكان بيقول أنا بسكت عشان خاطر السمة تتكلم وبيروح للدير هو مرة أعلن بعد أحد الحوادث الطائفية دي وقال ربنا يسكت 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 ويدي مهلة ولكن ربنا بعد كده يتكلم وقال مخيف هو الوقوع في أدي الله الحقيق هذه موجودة في الكتاب المقدس وكان تمال يسكرة ليه بيسكت لأنه أولا كان يتكلم مع الله ثانيا كان يتدبر الأمر بحكمة وعشان كده كتير من الكتاب والصحفيين والمثقفين في مصر مسلمين وغير مسلمين قالوا الرجل ده كان رمانة الميزان اللي حفظ السلام الوحدة الوطنية في مصر صحيح وحتى في الأحداث التي أدت به أن السادات أن يخليه يقعد في الدير فترة واتهمه باتهمات في مجلس الشعب ثبت أن كل هذه الاتهمات ليس لها أساس من الصح والأيام أثبتت هذا الموضوع فكان هو يصمت لكي يترك الله يتحدث جزيلا